اعقد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزيره الخارجية ومعالي السيد سيرغي لابروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مؤتمرا صحفيا في اعقاب جلسة المباحثات الرسمية المشتركة التي عقدت بحضور وفدين من البلدين وقد اعرب سعادة وزير الخارجية عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية منوها بمكانتها على الصعيد العالمي نظرا لأهمية دورها التاريخي الاساسي عبر عقود في تعزيز الامن والسلم الدوليين وضمان امدادات الطاقة العالمية معربا عن التقدير للمكانة الكبيرة التي تحتلها روسيا العضو الدائم بمجلس الامن في الميزان الدولي مما اسهم في حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وقال سعادة وزير الخارجية انه عقد مع معالي الوزير سيرغي لفروف جلسة مباحثات بناءة ومثمرة اتسمت بالصراحة والوضوح وعبرت عن عمق علاقات التعاون الوثيقة بين بلدين في مختلف المجالات واضاف سعادة وزير الخارجية انه تبادل مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية وجهات النظر والآراء بشأن مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية بما فيها الاوضاع في اوكرانيا وقال ان الجانبين تطرقا الى الاوضاع السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام والامن والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها واضاف سعادة وزير الخارجية انه اكد على موقف مملكة البحرين الثابت تجاه اهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية للتوصل لتسوية سلمية شاملة ودائمة في اوكرانيا وقال انه عبر لمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية عن تقدير مملكة البحرين لسعي روسيا الى حل هذا الخلاف بالحوار والمفاوضات المباشرة واوضح سعادة وزير الخارجية انه اكد على اهمية العمل على تذليل كافة العقبات للتسهيل فتح الممرات الامنة للمدنيين وتوفير الحماية لهم من جانبه اعرب معالي السيد سيرجي لافروف عن اعتزازه بزيارة سعادة وزير الخارجية لروسيا الاتحادية مؤكدا ان المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين مشيرا الى انه تم الاتفاق على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي ازاء القضايا الدولية حيث تم تبادل الاراء حول القضايا الحيوية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واضف معالي وزير الخارجية الى انه يوجد موقف مشترك بين الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية الى اطلاق المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية بهدف حل وتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي مشيرا الى ان روسيا الاتحادية تولي اهتماما كبيرا للوحدة الفلسطينية التي من شأنها ان تساعد في تقدم مسار التسوية الفلسطينية واعرب معالي عن ترحيبه بالمبادرة السعودية لاستضافة المشاورات اليمنية بمشاركة جميع الاطراف اليمنية معبرا عن امله بان يتم التوصل الى حل النهائي للازمة اليمنية وقال انه تم التطرق الى الوضع في اوكرانيا حيث تم تبادل الاراء بشأن المفاوضات الروسية الاوكرانية واعرب معالي السيد سيرجي لافروف عن تقدير لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه التي قد قدمت في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبذل جهود اضافية للتسوية السلمية منوها بان هذه المبادرة تأتي في سياق ادراك اهداف الامن الشامل في اوروبا مبينا ان الوضع الحالي ليس مرتبطا بالوضع في اوكرانيا فقط بل ايضا بتلك الاسس التي ينبغي ان تضمن الامن في عموم القارة الاوروبية اجريت اليوم مع معاني الوزير جلست مباحثات بناءة ومثمرة اتسمت بالصراحة والوضوح وعبرت عن عمق علاقات التعاون الوثيقة بين بلدينا واستعرضت مع معاني الوزير علاقات التعاون المشترك واكدنا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتطوير تنمية مجالات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات بما يحقق اهداف وتطلعات البلدين كما تبادلت مع معاني الوزير وجهات النظر والاراء بشأن مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية بما فيها الاوضاع في اوكرانيا واطلعت من معانيه على الجهود التي تبذل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى وقف اطلاق النار وتسوية سياسية تنهي النزاع بين الطرفين بما يحقق المتطلبات الامنية للجميع ويحفظ الامن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي هذا الصدد نشكر الدول التي تسعى الى تقديم المساعدة لحل الاشكالات القائمة كما تطرقنا الى الاوضاع السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام والامن والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث اكدنا على همية حل الدولتين اضافة الى تطورات الواضح اليمن وقد عبرت عن الترحيب باعلان الرئيس اليمني تشكيل مجلس رئاسي انتقالي لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ومفاوضات الملف النووي الايراني حيث عبرت عن القلق من سير المفاوضات واكت على همية هذا الملف الذي يتعلق بامن وسلامة واستقرار دول المنطقة وضرورة تشتمل المفاوضات مع ايران على معالجة ممارسات ايران المزعزة على استقرار المنطقة ورعايتها للارهاب والموليشيات الطائفية وبرنامج الصواريخ الايرانية واكت على موقف مملكة البحرين الثابت تجاه اهمية الاتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية للتوصل لتسوية سلمية شاملة ودائمة في اوكرانيا لان الدعوة للسلام هو النهج والخيار الاستراتيجي الذي اختارته مملكة البحرين وهي تدعو ان يعم السلام العالم من اجل خير البشرية جمعا اشتركوا في القناة